السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم واجعل الجنة متوانة ومثواكم انا زي مجددكم ساميرة ردة في الاربعة ان شاء الله نشاهد مع بعض محضرة الاناتون يتعكدني انا عرف ان هو اتاخر شوية بس سامحوني والله ان شاء الله نبدأ مع بعض عطول عشان بناخد وقت نبدأين كده هي المحاضرة او ممكن يكون فيها شوية معلومات كتيرة بس ان شاء الله لو ركستوا ان شاء الله الموضاعي بس سهل ويسير هو بس محتاج ان احنا نزبطه في دماغنا بنابقى عارفين مين هنا ومين هناك وان شاء الله نشاهد معا اول حاجة هابدئ بمعلومة بسيطة جدا اللي هو ايه ان فانكشن بتاع الكدني اه اكيد دون حاجة سريعة جدا انت تطوط في استورجي الفانكشن بتاع الكدني بطريقة مفصلة يعني هو احنا اللي احنا نعرفه من ابتدائي ان الكدني دي مسؤول عن ميتابوليزم سوروزا يورين يعني هي بتخرج للفضلات بتاع الجسم في ديورين صح؟ وبتلها بحاجة بقى مهمة دي يعني بقى ممكن تباكدية عليكم شوية ان هي بتعمل حاجة ووتر الكتوريات بالانس واسد بيز بالانس الكلام ده ان شاء الله تخضوه بالتفصيل في محاضر الجراحة كده عملاقة اسمها ووتر الكتوريات بالانس صراحة حضرة ممتعة ومهمة كلينيكل ودراسيا ايه يعني ايه الكلام ده؟ مش الكدني دي انهية اللي بتتحكم في الالكتوريات اللي داخل وخارج الجسم ايه تحكم في المياة اللي داخلها فا ايه هي مفروض انه بتخرج حاجات بالكلام ايه توفيس حاجات بالكمية معينة قليل كده ايه مسؤول عن الوطر الالكتوريات بالانس وسأي يسلى عن اسد بيز بالانس فيه ايونات معى انيون وكتااorro وكتاويوم معين حاجات بتبقى مسؤولة عن الاسد تيو وحاجات بتبقى مسؤولة عن الالكالاين فا ايه بتخرج الحاجات بكمية معينة قليل داخل بطره بالعم wow جسم اللي هو من سبعة خمسة وثلاثين لسبعة خمسة واربعين. فعشان كده هي بترعب دور مهم جدا الكدني لو فيها مشكلة مش بتأثر بس على هي الوست آآ بروزاكتاميتابوليزم. لأ ده بتأثر على آآ الجسم الشكل عام. تمام تمام يجبان فانكشة بتاع الكدني نيسا هنفهاش كلام مش هنعيدها كتير عشان نيسا فيه كلام اهم جاي بعد كده. تمام نبدأ ببركة الله. اول جزئية في الشرحة عندنا. هنا بيقولك ان الكدني دي ريترو بروتونية الأورجان. يعني ايه ريترو بروتونية الأورجان? يعني أورجان موجود زي ما هو قيل هنا كده. أورجان موجود على البسرة بنون نغول. يعني ايه برضي? في حاجة في البطن احنا عارفين انه بروتونيوم. البروتونيوم دون مفروض ان هو لغو في سرر لير وبرايتر لير. دول مفروض وراهم بقى في لسه أورجانزتاني. أورجانزتاني من دونها الكدني. هوريه لكم سرعة بعد كده. وهي بتبقى منها للمفروض المصرز بتاعتها. هي بتبقى لزقة فيهم. مافيش وراها بروتونية. اه اللي هو بيبطن ايه? اه بعض الاحشاء الموجودة في البطن. تمام? موجودة كل واحدة موجودة. ايه عشان كده حتى الكدني. يعني 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 ايه تفحصوها كلينيكا لبعد كده. تتحسس من ورا. ليه? لان هي اقرب لورا. واحدة وبيقولك ان هي ايه? وان اتش سايد افزا فرتيبرا كولوم. لانها ريترو بروتونية الأورجان. تمام? والاكسيند بتاعتها طبعا دي بشكل يعني ايه? رافل شوية لان الكدني اللي راية تخطيب شوية عن الليفت. لكن المعلومة دي مهمة ومكتوبة عندكم اللي هي في امسي كيو. اللي هي اللي بتاع الكدني من تي 12 للا تلاتة. تي 12 للا تلاتة. تي 12 للا تلاتة. انا حفظه كويس لان هو مهم. وهي هنستفيد منه بعد كافة. لكن احنا منقول بشكل عام عشان نقول تو كيدن ساوا. من تي 12 للا تلاتة. تمام? تمام. يبقى تاني نقول البوزيش متاع الكدني اول حاجة فيه ان هو ريترو بروتونية الأورجان. يعني ايه ريترو بروتونية الأورجان? يعني موجودة عالب السري عبدو من الرغون. يجب كل كدني موجودة من الفرتبرة الكلية. بيمتمتد من تي 12 للا تلاتة. الصورة اللي بعدها عشان تبين لكم. شايفين يا شباب الغشاء اللي هو كاموني ده واللونه ايه ده? اللي هو مفروض نكتوب هنا برايتر لير وهنا ده المفروض الفيسر لير. وراه بقى شايفين? اصلا ده هو الفرتبرة الكولو من هود لصبين طلعوه. شايفين? الكدني موجودة ورا البروتونية. ورا الغشاء الكموني اللي انا قلت عليه ده. انا مش عارفة اي انا مش عارفة الكموني ده بتدحك بس معلش. اه ورا او كده كدني روتر بروتونيان يعني ورا ورا الكدني ورا ورا البروتونيان يعني اقرب للايه البسطورة اللي موجودة على ايه? ايه افرتبرة الكولم زي ما احنا قلنا في الاسلاد اللي قبلها تمام كده الاسلاد دي تمام تمام خش على الاسلاد اللي بعدها. هناخد بقى كل واحدة هالحيدة مشان قلت متيد ناشر للا تلاتة ده بشكل رافلي بحيس ان هو مسألش على كل واحدة واحدة. لكن ان هو هيسعى كل واحدة واحدة هيبقى فيه اختلافات طفيفة شوية. لان الكدني اليمين اوطل شوية من الكدني الشمال. ليه? هنعرف دلوقتي برضو. تمام. احنا قلنا الكدني اليمين اوطل شوية من الكدني الشمال. هو احنا عشان نفهمها ما ننساهاش نفتكر ان الليفر موجود في ناحية اليمين. فالليفر ضاغط على الكدني مخليها ايه اليمين خليها هي اللي تنسل اكتر. فبتفضل الليفر اعلى منها. تمام? انبص هنا على الرسم هو. كدني اعلى منها طبعا احنا عايقpps الم yell الفروجة هي اهي واليمين قصدها الشمال. تمام؟ نركز. تمام? الكدني الليفت هي اعلى من كدني ايه? الرايت. كرام مظبوط يطل. طيب الكدني الرايت هي اي او العكس يعني ممكن تقول الكدني الرايت هي هلا اوطل من كدني الليفت او الكدني الليفت هي الاعلى من الرايت. انت تحفز واحدة تثبت واحدة هو يقول ان الكدني الريت اوطى من الكدني الليفت بكام بنص انش مفروض انش انش تنص انش فانتي بس صحنا بنتكلم في الحاجات دي بالانش يعني غالبا يعني من قولش الاس انت يا وطوك يبقى الكدني الريت اقل من الكدني الليفت بنص انش ليه بقىه زي ما احنا قدنا بجوز ده تمام? كلام حلو كلام حلو لدخوا الى بعدها ودي واردو مهم وامسي كيوك تقريبا كانت غلطة عندكم في الدياتا واتعدلت فطالما تعدلت والدكتوري نبيهت عليها بغريباً هتجيبها سؤال لو هي أصلاً مش نبيهتها سؤال ممكن بكتش تاخد بالها أنها تعدلها نقولها بقى ونركز فيها موظر نشابه مع الاشياء كنت فكرة أن الأفلافت قريم فضل مفتوح المهم أسرع على هذه القطاع المهم الأبر اند اوف رايت كيدني موجودة عند الـ 11 انتركوسترس بيست موجودة عند الـ 11 رب انظروا يا شباب انظروا يا شباب انظروا يا شباب مفروض أنه يأتي الأول الـ 11 رب ام الرب سأقول انتركوسترس بيست الـ 11 الانتركوسترس بيست الانتركوسترس بيست مهمة جداً جداً نحتاج لكباتنا وجراحة في كل حتة لأننا كثميرا كنت لم أعرفها بس لازم تعرفوها تمام؟ يبقى الرب اللي بيجي الأول ويعطي وراه الـ 11 بيست يعني هو مش ينفع نقولي الـ 11 بيست وهو لسه مجايش تمام؟ تمام؟ يبقى طيب بقى نفهمها لماذا الـ 12 كدني؟ وليفت كدني؟ ليس نقولي الرب اللي بيجي الأول يبقى الرب الأعلى من الـ 12 بيست طيب من كانت أعلى عندنا أصلاً؟ الـ 12 كدني؟ الـ 12 كدني؟ لا، الـ 12 كدني يبقى الـ 12 كدني هي الـ 12 كدني و الـ 12 كدني هي الـ 12 كدني تمام؟ يعني نفهمها كده لكي نتذكر لأننا لو عدنا نحفز كل حاجات وما يفهمنيه يبقى الحفزة صعبة ويتجربه سرعة تمام؟ تمام؟ مهمة ماشي مهمة بعد كده الـ 12 كدني وبرده دي مهمة وبرده بنفس المنطق الـ 12 كدني وهدو نص إنش أبوب إليا كريست وهو لي للـ 12 كدني 2 إنش أبوب إليا كريست هنفهم يعني هو دي الإليا كريست الأول اللي هو ده ليس نحن قلنا مين الأعلى من مين؟ قلنا الـ 12 كدني هي الأعلى من الـ 12 كدني يبقى مين اللي هو الـ 12 بتاعتها؟ أبعد عن الإليا كريست أكيد الأعلى اللي هي مين؟ اللي هو هتبى 2 إنش اللي هو 5 سنتي اللي هو هتبى دي أساسا كلام مزوط ومنطقي يعني تثبته حاجة واحدة في دماغه وفي دماغه بقيت تتخيله حاجة يسير يعني بدل ما نحفز أرقوم من فوق ومن تحت ومن يمين ومن شمال الحاجات دي تمام؟ طيب يبقى ماشي يبقى الـ 12 كدني مع أنها أوطى يبقى هي قربة الإليا كريست صح؟ يبقى هي واحد ونص إنش اللي هو مفروض يعني إيه؟ أربعة سنتي؟ تقريباً يعني هو مفروض أنه هو زي ما قلت قبل كده الإنش وثنين ونص و يبقى ثنين ونص وواحد وخمسة وعشرين يبقى حوالي أرباء ثلاثة وخمسة وسبعين يعني بس كلام ما ننجح وحنا نتكلم بالإنشات ما ننجح بالمكتوب على الرسم تمام؟ تمام نقولها تاني نقولها تاني نقول تاني من أول هنا نحن قلنا إن الكيدني ريتروبتونية أورجان يعني موجود على الإيه؟ بستوري أبدو من الأول همناها صح؟ وشوفنا الرسمة بالإيه بعد كده اللي احنا قلناها دي مظبوط؟ مظبوط طيب قلنا إيه تاني معلومة كمان عن الكيدني اللي كل كيدني موجود على إيتشي سايد بتاع برتبرة الكولم وقلنا مهمة برضو اللي هي اللي هي إن الكيدني تين كيدني مع بعض نقول كده إنه بيبدو من ليفين تي ١٢ لأل سري بعد كده هنأخذ كل واحدة على حدة إن الراية كيدني أعقى لا إله الله الراية كيدني أوطن من اللفت كيدني بنصف إنش بسبب إيه؟ بسبب إيه؟ تمام بعد كده نأخذ الواحدة واللور إند الواحدة الراية كيدني مش إحنا قلنا الراية كيدني هتبقى أوطن من الراية كيدني صح لكن الراية كيدني هي موجودة عند الراية إنت الت my status بتاع الحدواشر انتوركوستر وما إن الراية كيدني أعلى هتبقى على الحدواشر وايضا ما بتهمها ولا عoria هي موجودة حاول على جدد كما معبيسger كان عائبة تتسيكم زي اللور إنت نفس المبدأ من الأعلى يعني القبع عن إليا كريست الليفت يبقى هي قبع ب2 إنش طيب مين الأوطى يعني نزلة عن أقرب إليا كريست الريت يبقى هي بإيه بواحد ونصف إنش تمام تمام بعد كده دي معلومة برضو يعني أحسابها مهمة يعني عشان تفهموا مين الترانسبريريوليك بلين اللي انتوا تحتاجوا على كيف سيرفس أناوت منك حاجة كتيره في البطن وفي الجراحة وفي كل حتة هو عند إلي واحد الترانسبريريوليك بلين ده اللي هو البيلين اللي عند إلي واحد يقول لك يا سيدي بوص بنفس المبدأ والله إن الهيلم بالنسبة له البلين ده الهيلم بتاع كل كدني بنسبة له البلين ده هيبقى فين؟ بنفس المبدأ مين أعلى من مين ومين أوطى من مين؟ مين أعلى من مين؟ إحنا يعيدينا الليفت كدني هي الأعلى طيب لحنا قلنا لإلي واحد يلي هنا ده هذا هو اللفت كيدني سيمر بالسنتر من غير ما نرى سيمر بالسنتر سيبقى في السنتر ولا تحت ولا فوق نتخيل كده وحده اكبر وحده اعلى وحده اوطى والخط ده ماشي بسنتر الاعلى يبقى اكيد 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 هو هيبقى ماشي اعلى من السنتر التانية عندي حاجتين كورة اهي فوق وكورة تحت خط ده ماشي في السنتر بتاع الاعلى يبقى اكيد هو فوق السنتر التانية لا محالة تمام يبقى هو زي ما احنا هنقول هنا كده ان الهو بسم الله دي الرسم الله ان الترانسبركبولين اللي هو اللي واحد بيمر بالقابر بارت بتاع الهايلان بتاع الريت كدني بس بيمر بالسنتر بتاع ايه اللي فت كدني والله يا شبابي انا انصح انتوا لو جاتلكوا رسمة فيها البوزيشن بتاعك كدني اللي جاتلكوا سؤال في البوزيشن بتاعك كدني انت ترسم يعني رسمك روكي كده الريت كدني وليفت كدني مين اعلى من مين اوطن من مين وتتخيل بقى وتفتكر الاسئلة والحاجات دي لان بصراحة انا كساميرا شايفة صعب ان هي يعني ان هو عضو حفظه كده حاس ان انا ما بتخيلها بفهمة فمش عارفة انتم ايه والله يسمحوني يعني بحاول قصر الجهدي او ده للمعلومات يعني تمام تمام بعد كده بيقولك اللونج اكز بتاع اتش كدني يعني اللونج اكزز اللي هو بيمشي بالطول اا دايركتت ايه انتو شايفينه دايركتت ايه داون وورد ماشي هو احنا بنحسوبه من فوق لتحت داون وورد لاترالي طيب ما يكون شعاعين اهو رياضيا ما يكون شعاعين داون وورد وماشيين داون وورد واللهاترالي بالشكل ده يبقى بدايتهم هم اللي كلوز لبعض واكيد كل ما هينزلوا تحت الايه النهايات هتبقى بعيدة يبقى عشان كده الابربول بتاع الكدني اتني ابربول هم اللي كلوز اكتر من الايه من اللي هو بالنسبة اللي هو ايه اللي هو يعني ويبقى معلومة يعني ايه دي بقى معلومة يعني انا حزمه مش مهمة ولهاش لازمة بس عشان كتبه في الكتاب طبعا ما تحفزوش حاجة ولا ارقام هو بس بقول لك ان ايه بناخد نفس انوزبيريشن الاكسوجين بيتملق ثبب يضغط على الكبت فبتضغط على الكدني وبيضغط على الكبت من ناحياته والذبني مهمه يضغط على الكبت فبينزلوا 1 انش وارتكرة الان كده بينزول واحد انش عن مكانهم الطبيعي لا أعزوكوا بقى تحفظوا القبر ان ده هتبه كام وانغايرت السوابت اللي هتبه كام ولا عند البلين كام ولا هيحزنون يعني معلومة كده اخدوها عالطير بس مش اكتر لكن ما تعدوش تحفظوا بقى ارقام كده يعني حفظوها يعني واحد انش يعني لو ما ظونش قابد انها تيجي ولا اجتلين على معظون بس عدو تبقى عارفين واحد انش بحيث لو اضطررت تحسب تبقى عارف لكن ما تحسبش وتحفظ ارقام غير الارقام اللي هي من نسبة كبيرة هتيجي وتسيب الارقام الفراية وتقطع فصياطة طلبت في النهائي اللي هتحل دي و هتحل دي فباليش تمام تمام احنا كده خلاصنا الوزيشن هناخدوه سريعا اخر مرة همش عارفة احسن احنا عدنا كتير فيه بس معلش هوريت البيتونية ارجان موجودة على الايه سريع بلوم من الول موجودة كل واحدة اللي قدرتبها بكل اللي كدنز مع بعض من تي 12 للا تلاتة الريت كدني اقل من ايه اوطى من اللفت كدني بنصف انش ابي ساربر الارج سريع بتاع الريت لوب ما ان هي الاوطى هي الموجودة في الحضاش انا لديها سبيس وهي الاعلى يتباهي الموجودة عند الرب الور اي salud بتاعت الكيدنية، بما انها الأوطات يبقى هي اقرب لليلية كريست يبقى بواحد cathode 1,5 إنشي وما ان الفت كيدنية هي الاعلى، يبقى هي بعد الإليال كريست drie انشي يبقى هناك composed Space saber prop Holy 3 وهو يع 우린ahahaha هي هي بيمر بمين، ما ان هو بيمر بmilINE والصيبية بتاعت terre تقينا اللي هي الاعلى يبقى هيга لليلaban بالحضور الaheens لانج اجسز بتاع الكيدنية بيكون دول دولان الهياترا ل dwelling على الأمر لبغض هيمش يختير دول البول تمام نبدأ بقى في القرار والويت والصيص بتاع كدني كلام سهل و يعني مش هنرغي فيه كتير الكدني يعني احنا متعرفين يعني احنا بيكون هنالك ريتش براون يعني لونها احمر بني محمير كده تمام الصيص بتاعها معلش الويت بتاع الويت الاول لوزنها فالقاضلت بيكون عند المية 150 جرام وعند الفيميل اقل شوية 135 جرام تمام الصيص بتاعها بقى 3 في 16 يعني 3 في 16 تلاتة دي اللي هو السمك يعني لو هنعمل انتيريو بستيريو بلين كده السمك تمام تلاتة سمكها تلاتة عرضها ستة وطبعا واضح ان الطول هو اكبر حاجة فيها يبقى 12 نفتكر كده تلاتة السمك السمك اصغر حاجة العرض ستة 12 ستة 12 نفتكر كده الستة هي العرض والاتنشر هو الافق بعد يعني اثنين العموديين دول ده ستة ده 12 يبقى السمك هو التلاتة تمام مش عوزين نرجع في كهنده عشان ده سهل وعشان لسه فيه حاجات في المحاضرة يعني عَرْ انت واجار��いる ابريد صديق واجار لها ده سمك المحاضرة انتيريو سيرفس والاسور وropri نستخدمه نبدأ معLaughs اب appointment واجار الافقście ثبا اول شيء من هذه الاول وجهت عمل بمعال كل واحد ا », started with estes ايه? سوركس. اه سوركس اه 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 اللي هو تي تناشر. المهم تي تناشر. والاتنين موجودين عن تتناشر. واللور انت موجودين عن اللي تلاتة. بس فيه معلومة انا اخذها احنا احنا قلنا الابر التوبول اقرب للميدين بلين اكتر من اللور التوبول. طيب مش ابقى الابر التوبول موجودين هنا اقرب للنشوفهم هنا في الرسمة دي. اوضح. اقرب للميدين بلين اللي هو عند فيرتبرا كولم واحد انش. اما اللور اند مش هو ابعد فهيبى تلاتة انش. تمام? تمام. بس وهنا اخذها تاني في السيرفز اناتومي يعني ما تقلوش هنحفظها يعني. تمام? يبقى احنا قلنا الابر اند عند ال اه عند تيت ناشر. ده عند ال 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 تلاتة. الا테ين ده بيبعد عن. Guy named 1 انش. اللور اند Certains سنونتو شايفينه ايه? ليس ذلك كن hey. كن فيكس. هل تعرفين اول يعني ايي? او تعرف mikä بصراحة يعني واحد صحبتي لو يا يا رب يكرمنا. gäller سنة قالي بكلمة KEM يعني ايه? قالتلي بكلمة. يعني ايه? قالتلي كلمة كهف يعني حاجة مكاعة. تمام? يبقى الثاني هي المحدبة. يبقى كن فيكس هي الحاجة المحدبة ايه. تمام بميديا البوردل هيبكون كونفيكس برضو. كونفيكس اهو. من الابر واللور بس عند الهايلم بيبكون كيف. شايفين? نشوفو في الرسمة دي اكتر. هو عند الكونفيكس اهو. وعند الهايلم كون كيف. تمام? واضحة. يعني دي كلام سهل يا شباب. يعني مش محتاجين نحفظ ونسمع وبتاع احنا احنا عارفين شكل كدني في المغنى متخيلانها. اقصى حاجة. لو مش عارفين هنيرسمها في ورقة بحطة صغنونة كده هنفقى دي يسيرة يعني ما تطلق بش فيها حرام يعني. تمام? تمام. الانتريعي السيرفس هو الريت الأبدومنال المشي هنحنا قال نحن معلومة ان كان الريتة وهي طائم طعم يبه هي محلولة هنحن قلنا على البستيري страх باطلian أبنى يبهة Work. تمام. مش خاؤين نشر كنك سهل問 لنسك اكتر ف�� correlated المهم اخاختر. تمام اذا نبدأ في imposing Ki Urs fui وهم حاجة فيها ترتيب الـ Structures يعني مين قديمه ومين ورا وعليها اسئلة مظنف مهمة تمام تمام نبدأ فيها على بركة الله بصوا شايفة الهيلام ده vertical slit فتحة اوفقية خدين بانه ان هي اوفقية تمام تمام موجودة بين 2 lips وفي يعني اما انا اصحي بيقولك الحتتين دولة انه مشابههم ايه انها سبستانس بضحوطة بالهيلام بنسميها ايه رينال سينس عشان بس نحن نتكر هيلام بس نسميها رينال سينس بيخرج بينها ايه بقى ايه اللي المهم وهذا هو يعني اللي بتسئل فيه في الهيلام على معظم ايه يبدأ اول حاجة في الرينال فين رينال ارتري بلفيك اوف يوريتر بالترتيب اول حاجة بتمشي الرينال فين تمام بعد كده الرينال ارتري بعد كده البلفيس اوف يوريتر ومفروض اربعني فيه لينفاتك واوتونومك نيرفايبرس بس يعني اغلب ابلامش في الريسومات بيبورة خالص تمام تمام احنا عاوزين بقى ان نحفظ الكلام ده عشان بصراحة بصراحة بتسئل فيها ومنطلق بط فيها كتير شابه بتاع البورتال اه زي شاب بتاع البورتال اه هيلام بتاع الليفور برضو منطلق بط فيه انا اسكبدها في كلمة ذيب وبصراحة انا اليس اكمتها دكتوروهدار ربنا باركله هو المسكمة اسكمي ديه بس انا شايفة ذيب كلمة متضغولة اكتر بص زي ما تحبوا بالفاهم بقى ان الرينال فين مستئنترو ليه؟ من رحمة الله عز وجل دكتور هادام برضو للألة والله بجد ربنا يبرك له سبحان الله يعني يعني شرحه عظيم سرح استفيده منه ان شاء الله كتير في أناتهم يجراحه وعجزاء بطنه وكده يا ربنا افتح عليه يا رب ويزيده الرين الفين ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل الرين الفين الفين هو اللي برا لأن الفين الول بتاعته ضعيفة يعني ما يصح عليكم بريشة ممكن يستد لكن الارض ربنا سبحانه وتعالى جعله ان هو الول بتاعته قوية لان هو بيحصل له اصلا بلسيشن يعني عشان يعرف ينقبض وينبسط هو لو الول بتاعته ضعيفة هو بيعمل بلسيشن هيتقطع بسرعة جدا لكن الفين مجرد ان هو بيجمع الدم بيودي للقلب مفهوج بلسيشن طيب فعشان كده هو لو اضغط عليه هيحصله بسرعة وممكن يحصل للمبوز لكن الارتري غير كده فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل الفين هو اللي برا خالص وبعد كده جيب عادي الارتري تمام بعد كده بقى هنفتكر دائما ان البلفك وفيوريتر هو الورا يعني ما هنطلغباتش احنا هنطلغباتنا مين الفين ولا الارتري الاول فما نجيش بقى نغلص في دي البلفك وفيوريتر هو الورا يبقى نساكل في كلمة فين ارتري بيلفك وفيوريتر كلام واخر حاجة الانفاتيك واوتونوميك نيرفاس سيستيم يعني الانفاتيك والنيرفاس دول الورا خالص مش موجودين في الرسمة الصراحة ومشوفتهمش في رسومات يعني تمام تمام يبقى بعد كده احنا خلصنا الهيلم وان هو نساكل في كلمة باب بيب رينا الفين مستو انتيريور رينا الارتري في الميدل وفيوريتر مستو بستيريور واخر حاجة الانفاتيك والاوتونوميك نيرفاس سيستيم طيب عاوزين نستفيد من الكلام احنا قلنا دا كله فان احنا ازاي نقول لك الكرمي دي يحتفل انتهم كلمة بوزيشي يمين ولا شمال مين هتحطو ناحية ميديا ومين هتحطو ناحية تاتري مين هيبقى في البول اللي فوق ومين هتبقى في البول اللي تحت وهكذا تمام تمام عشان نعرف نستفيد من الكلام احنا قلناه وراء دا اه قولي انتهم بزمتكم ذات اعرفوا الميديا من اللاترال يعني مش دي واضحة وضوح الشمس اكيد اللي فاها هيلم هي الميديا واكيد اللي ما فاهاش هيلم هي اللاترال صح؟ هتعرفوها بالكونفكس وكونكيف شو مشكلة؟ يعني مهم باي طريقة عارفنا ان اللاترال بوردر هي الكونفكس والميديا البوردر بيكون كنفكس برضو في القبر واللور ويكون كيف في الوسط تمام بس يعني مش محتاجين نقول الكلام العبيد ده الميديا اللي فاهايلم يعني تمام؟ مين بقى الانتيريو ومين البستيريور؟ انا عرفها منين؟ هبص على الهايلم نشوف الرينا الفين لهو ما يكون هو المستئ انتيريور؟ يبه هو دوان ايه الانتيريور سيرفس بتاع الال كده؟ طب انت علمنا كلمة فيب طيب مين القبر من اللور؟ البيبيرك يوريتر بيبطالع من اللور بول ولا من الأبر بول؟ في محادث يوريتر ان شاء الله هلسه يتاخدوها او ذاكرتوها اليوريتر بيبطالع عند اللور بول فاكيد اللي احنا شايفينه ده هيبقى ناحية ايه؟ المنشوف الريوريتر يبقى ناحية اللور بول يبقى الثاني الأبر بول تمام؟ كلام سهل يعني مش محتاجين نرغي فيه كتير تمام؟ تمام؟ ندخل على اللي بعده بقى وده المهم الريليشن بتاع الكده نبدأ عبر كتاب الانتيريور الريشن بص يعني محدش يتخط ومحدش يدايق هو الانتيريور الريشن ممكن تكون اثقل حاجة في محاضرة النهاردة لكن صعبة؟ لا ان شاء الله سهلة وتتحفظ؟ ايه ان شاء الله لكن احنا نركز كده وما نتخضش وانا بصراحة عندي قاعدة مهمة يعني بتتبعها لحياتي وبتريحني كتير اوه ركز البتاعدي وحش والنس قد تشتكي منها فعلى البطن مش هيحاول يستوعب أصرا مش هيحاول ان هو يفهمها يعني هو خلاص يتقفل تمام؟ تمام؟ نبدأ على بركة الله فيها تمام نبدأ على بركة الله بصوا يا شباب يعني هو مفروض ان هي حاجتك بالتقابل يعني هي اسماء مختلفة من كل ناحية لكن يعني ان شاء الله المطائبة يسير اول حاجة راية كدني مين انفق راية كدني؟ الريت سوبرارينة تمام اكيد يعني تمام؟ الريت سوبرارينة طيب ومين عالفت كدني؟ الريت سوبرارينة سيبكم من حاجات الميديا الاسبكت وانترير اسبكت هي اقل اهمية بس هنرجع لها تاني بس هننثبت الارض السابت اللي هو مين اللي موجود بس الاول وبعد كده هنرجع لحاجات دي وفي رسمتين بعد كده في الوصيات اللي بعدها هتوضح حاجات كدير ان شاء الله تمام؟ تمام السوبريرو للريت كدني السولي انا اسفق الريت سوبرارينة قد تاخد جزء مستبيريو بس نحن نكلم على الانتيورو للوقت فهي تببى سوبرارينة واتببى تنزلة حتى الانترير تمام؟ تمام يبقى للراية سوبرارينة جلاند بتاخد الانتيور اسبكت وف اوربول تمام؟ واللفت سوبرارينة الجلاند بتاخد برضو الانتيور اسبكت وف اوربول نفس كده تمام؟ بعد Tulip الان يستخدم مفرود من الديودين ما هو مقطع على المفروضية هنДа استومك نحن نحن نارفين لbstمك اتطاف البعددين الاستومك ي Torah ويتبه اميش نحي ناحية الريت كدني الان يفعل السهم من الى ان يقابل اميش ت existe المزل المزل البعض مين اللي موجوده عند الابار بول بتاعه سوبرki ثانية واحدة نشوف الرسمة عشان نعرف ان يبقى ها appoint крاد وضعnder الاناتومي whoa mahdollغانات ذرا semble ذرا الوا negotiob حد دلوقتي. طبعا ان اقول الحاجات اللي حنسابينا دي هنرجع لها ان شاء الله ونحفظها على قد ما نقدر وفي رسمتين بعد كده يوضعها. تمام. بعد كده هيجي ايه? مش حنقولنا الريت كدني دي موجودة عند يعني عند الليفر. عند الليفر نحيط ريبر ده. يبار ريت لوب اوف الليفر هيبه موجود هنا هيعمل امبريشن على الريت كدني. مين اللي قصاده النحية التانية? اللي قصاده النحية التانية حاجتين. اهو البانكرياس. مفروض هنا في سبلين. بس او متشايل. ماشي بانكرياس والسبلين. تمام. يبار ريت لوب موجود هنا عند الريت كدني. وصاده الباضي وبانكرياس. والايه? والسبلين. والباضي وبانكرياس بيمشي معاه بيمشي معاه سبلينك فيسلز. يعني هو بيبار ماشي فوقهم احنا شايفينهم. سبلينك فيسلز. اللي هو الراي الفين والارتري. تمام? منقولهم مع 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 الامبريشن اللي عملها على اليفت كدني. تمام تمام. بعد كده هندخل على الايه? اللي بعدها. الرايت كوليك فلكشور? موجود هي ريت كوليك فركشور. يبقى هي موجودة عند الرايت كدني. دح نفروض هنا بيكون هنا يسمى الرايت كوليك فلكشور واحد يكتف 20. ويوع You intensely! بعد كده ac how to be, londi تمام 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 يبقى الراية كولك في الراية كدني يبقى قصاد ودستيندينج كولون ناحية الليفت كدني ايه كولكوف ديجانا مريحانة موجودة عند الاتنين كده هي بتبقى حاجات مضورة كده موجودة في الجهتي في الجهتي الكلام حلو ومحترم بعد كده عندي كده برانش من ارتري موجود عند كل كدني اعوزين نعرفهم ايه اللي هو استيندينج برانش اوف راية كولك ارتري بعدها موجودة عند اي كدني فيهم ده مفروض ان هو الارتري بيغزيل ايه ام تقريبا اللي هو بيغزيل اللي هو الاسسيندج والدسيندج والحاجات الدية اللي هي بتاع الانتستن بتاع الايه الراية كولك ارتري يبقى موجود عند ما? كده عند الراية كدني طيب اصص و이었ه نحي تاني بردو اسسيندج برانش بس بتاع اليه ايه أرتري كلام حلو للرايا�� نوعا ما يسير نوعا ما يسير نعيده تاني نعيده تاني احنا قلنا اول حاجة موجودة فوق خلاص عند الابر بول بتاع الرايت كدني موجودة للايه الميزة عند القيامة هي الركب المشكلة موجودة برده عند القيامة بعد القيامة مشي اسبكت بتاع القيامة هي الركب المشكلة متاح اذا 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 وطنقم تبقى الركب المشكلة لست ب ATT الampsic او لو اعجب المشكلة هتدتمي الأمور على الرايت كدني. تمام? تمام. اللي بعده. الليفر. الليفر موجود ناحية اليمين. هي بيعمل على الرايت كدني. وصاده هيبقى البنكرياس والسبلينك فيزلز اللي الراحل للسبلين والسبلين. هيكل دول يعني الرايت له بتاع ليفر وصاده تلات حاجات. الباديو بنكرياس اللي هو الرايت والسبلين. تمام? تمام? كلام حلو. بعد كده. ومفروض نهم ست حاجات اهو. يعني احنا كده قلنا تلات الحمد لله. طيب. الرايت كولك فريكشور يبقى موجود على مين? على الرايت كدني. وصاده ناحية التانية. لا. احنا نصحين. احنا عارفين ان هو بيلف قبل ما يوصل الرايت كدني. فاللي بينزل عليها الديستيندينج كولوم. الديستيندينج كولوم بروف عليكم. تمام? كل زوف جيج انهم هتفرق. ده موجودة عند الناحية تين. نفس الاسم. طيب. بعد كده اخر حاجة قلنا برانش كده. برانش. اللي هو الاسندينج برانش بتاع مين? الرايت كول ارتري. يبداها يروح للكدني دي. والكدني الرايت. والااااا. بس اني جي برانش بتاع الليفت كولك ارتري. هيروح للكدني دي. تمام? نيجي بقى الحتة اللي هو. اللي فيها شوية رخامة دي. اللي هي من بقى الانتيريور ومن الميديال ومن مش عارفة ايه. وهنشوفها في رسمها في الوسطيط اللي بعدها. تمام? نكمل يا شباب. احنا قلنا الرايت سوبرالي انجلاند وليفت سوبرالي انجلاند. ده موجودين عند الايه? موجودين عند الابر بول. بيغط منه ال انتيريور سيرفس اللي احنا اصلا نكلم عن انتيريور ريش نقوزة كده. نشوفها. نشوفها. اهو. شايفين اهو? الانتيريور. اه بارت بتاع الايه? الابر بول. موجود السوبراليين الاريحة. سوبراليين الاريحة. تمام? كلام جميل. كلام جميل. نرجع تهين. ندخل على بعدها. احنا قلنا. اه الرايت كدني بعدها السكنت برضو في ديودنام هي بقصدها الستومك. تمام? كلام حلو. هو بيقولك بقى ان الديودنام بيغطي الانتيريور سيرفس الكلوس تو زهايلة. نشوف الكلام ده. نشوفه. اهو. شايفين فانا الديودنام بيغطي الانتيريور سيرفس القريب من الهايلة. كلام حلو. كلام حلو. الستومك بقى. نشوف هنا على الرسمة الاول عشان ما نروح نور الكلام مثل ما نتخبر. هو بيقولك ان الستومك بطاقع ما بينه. السوبرا رينا الميديالي. والليسبلينك لاترالي. وانفيريور بانكرياتيك. تمام? هو ايه اللي هو وصفها بحدود. طيب احنا رعوزين نفهم. نتخيلها بحسين ان احنا منباش لو جلنا السؤال واحنا مش فاكرين. نبقى عارفين بالتخيل ونعرف نجاوبه ازاي. مش احنا عارفين الليسبلين هنا. يبقى اكيده ياخده جزء اللاترال من الانتيريور سيرفس. لانه هو ناحية لاترال اصلا. طيب. وحنا عارفين السوبرا رينا هنا. فوق الكدني من ناحية ميديال وحنا يوضز وجزء الميديا. كلام حلم. وعارفين ان البانكرياس هيبقى في المنطقة دي تحت الاستمك. تحت الاستمك. استمك اعلى من البانكرياس. تمام? يبقى احنا خلاص خلاص عارفين استمككة تبقى ماشية كده. تمام تمام. طبعا البانكرياس مبقاش باين غير لوش حنا شئنا الاستمك لان البانكرياس اصلا بورى الاستمك. تمام تمام. يبقى احنا كده بالتخيل وعرفنا ان الجاستريك امبريشن موجود ما بين السوبرارين الميديالي اسبرينيك لاترالي وموضحتهم ايه البنكرياتك تمام تمام نرجع بقى للكلام ده اهو ايه السكندورد وديودان ياخد الانتيريور بارد الاريوم الهايلا شوفناها ان شاء الله مشان انساهها باستومك بطرانجل اريا فوق مين ميديالي مين اصدي ميديالي ما بين السوبرارين الميديالي اسبريني لاترالي وتحت مين البودئيبان كرياس نعصل طبعا البودئوين كرياس وماوهم الاتنين Wed Yo-Artery مانساش لقد انا عavy اتشاف forumup هل احنا احنا كنتesto انه من يتحدث عن الرائع يجب ان الملطبة حسب المعرض لا صح كده هو الرائع صح هو ب Julie باستمرار Erso نتعايلها مجازاً يعني الباضيوبانكرياس وممكن يبعوهم الفيسل سعادي بص يعني قليل كي اني قلت عاجل عشان هي انا كده لغبط الدنيا من منظر مقصر تمام نقولها تاني الديو دينام هنا هور كولوسوف هايلام طيب بالنسبة جاستريك امبريشن هوترينجرارو ميديا المين سوبرارينا لاغترس بلينك انفيريور ايه بانكرياتيك اللي بعدها الريد لوب بتاع الليفر بيغطي او بيغطي الابر بارت او بانكرياتيك الليفر هنا كده يا شباب اهو كده صحيح صحيح ايه بيقول ما بين السوبرارينا الفوق ما بين الديو ديو دينام والكوليك تمام الديو ديو دينام احنا قلنا ناحية الهايلام والكوليك تحت سن الكوليك اصلا تحت اللي باتك يعني اكيد هو هيبلا هو اللي تحت كلام سهل سهل ان شاء الله بس بالتخيل اكيد دي تمام يبرايط لوب اف ليور كاورز او بار بارت او انتيريور سيرفس بتوين مين سوبرارينا الفوق الديو ديو دينام والكوليك تحت تمام تمام مين اللي قصاده الناحية التانية اني اللي قصاده السبينين وجزء من البنكرياس وهو اخذ الهيباتك بزبط نفس المنطقة يعتبر ناحية لترى وهنا برضو دي ناحية لترى هو ايه لك الاسبين كافرز الابر لترى بارد وانا ما قالش في الهيباتك الابر لترى بارد هي بردو لترى بس عشان يدونها ومواخد حطة صغيرة من ميديا مش اكتر لكن هي برضو نقدر نقود على الهيباتك دي واخد الابر لترى بارد بس عشان هو اخد كمان جزء من الميديا هو اخد مغزم الجزء يعني لكن الاسبين لأ مش واخد معظم الجزء واخد حطة اصغر شوية من الهيباتك انا حاسة ان انا بقول كلام لغبطكو صح الشباب اللي تلغبط فيه لكنكو سمعتوا انا اسفع المهم حابيج افصل بقونج ايه مفصل زادة على زوم ادينا لتلغبط بل هو اريدني واتكلم تمام هو بيكون موجود في الابر بارد وف انتيريو سيرفس ما بين من السبرا رينا الفوق وديودنا اللي يقولك تحت طيب الاسبين موجود في الابر لترى بارد وف انتيريو سيرفس كلم صح ولا مش صح اهو كلم صح طيب اهو اللات رابرت وباديو بنكرياس برضو موجود موجود مين فوقه بيغطوا الميديا لايه بارد او انتيريو سيرفس اهو بنكرياتيك اريا اهو جنب البنكرياس وشيحن قلنا البنكرياس اهو وديي الاستومك وتحت البنكرياس يعني تحت برضو الاسبيت موجودة هي بتغطي مين بقى بتغطي الميديا لبرد الميدل بارد بتاع الانتيريو سيرفس في المص يعني والله احسن الكلام ده موجود لازم مشكلة في الامتحام اصلا بس انا بقوله بعمل علي بعد كده احنا قلنا الجوجينام الجوجينام هي بتحتهم يعني الجوجينام هنا كده ما بين الديودنام فهي باكيد تحت الجزء بتاع البنكرياس وطبعنا هو مش ذكروا في الناحية الرايت هي هو موجود بس حت صغيره فعشان كده مذكرهوش بس بعد كده احنا قلنا الرايت كوليك في الكشور هو ايلا هنا الاولادكرياس ويص بيها الجزء بتاع كولون فلي هو مين الاولادكرياس هنا اخر حاجة قلناه بس 남자 بالله ايلا مش موجودة هنا على الاسم اللي هو الاس помощью بتاع الاولادكرياس تمام يعني انا اصفه الله لو لغبطتوك انا حسنا اقولت كلام كتير بس طبعا كلمين ميديار مين لترا والحاجات دي مش مهمة اصلا بان احنا ربس مين اللي موجود ده حيط رايته مين موجود ده حيط الليفت والجزء اللي ما بينهم ده انا قلتو بس يا حتنيو حتنيو حتنيواطن اه لو مش مش فهمتوه اول طلق بطه فيه تسيبوه يعني سيبوه ان شاء الله يا مجيش منه ان شاء الله مش مين تانى بقى الرايت سوبرادينجلنط عند الرايت كنت يقابلها عتستاندو بقف على في الرايت هيقابلها الاستومك الرايت لوب بتاع الليفر في الرايت هيقابله هيقابله مين؟ الليفر هنا هيقابله اقولنه هيقابله تلت حاجات الاسبيلين ن.? و ix و موجودة عند ناحيتين زي ما هم. موجودة عند الرايت كدنيا. هنا موجود ايه? الرايت كدنيا. كلام حلو. كلام حلو. تمام. الحمد لله خلصنا الانتيريوريشن. دي ان شاء الله ان يعتبر اصل عبدالي ايه معنى في المحاضرة. يا رب تكونوا في انتوا وما اخدش رغبطكم. نخدش بقى على البستيريوريشن. ايصر ان شاء الله. هو البستيريوريشن عبارة عنا نكتمشي. احنا قلنا اصلا البستيريوريشن الورجان موجودة ابناله. ابناله. فهي تبقى موجودة في المسلز بتاعي ابناله. فهي الاربع موسلس. واربع يعني اعصاب او حيكي خارجة من المسلز دي اساسة. من الاربع موسلز ومن الاربع موسلس? احنا بس دين الاستهال دي تعريفية لكن انتوا تشوفوهم في الرسمة بعد كده بوضحة جدا ان شاء الله. الاربع مصلز ديافرام. السوس ميجور كوادريتس لامبورا والترانسفيرسس أبدوميس ولكنكو اسمعته حاجة هنرجع له متين الأربع نيروفاسكولا الصابكوستال فيسلس الصابكوستال نيرف اليوهايبوغاستريك نيرف والإليوينجوهاينا نيرف تمام؟ الحمد لله وكنكو اسمعته حاجة ندخل بقى في المفيد وإن شاء الله هتفاهم من هنا تمام يا شباب نبدأ عبرة كتيرة البستيريور ريشن بتاع الكيدني هنقسمه كوز أبر هنقسمه ثلاث أجزاء طولية لثلاث عضلات من هي العضلة اللي فوق؟ نحن الدايفرام ده فوق الكيدني فالدايفراماتيك مصل هي اللي هتاخد الأبر بارد بتاع الكيدني أبر بستيريو بارد تمام؟ نيجي بقى على البعاد كده او ديافرام هون نكملها لتحت نيجي بعد كده تلاث عضلات جنب بعض من الميدين من الاعرب لحد اللاتر أول واحدة ستواص ميجور هي طبعا مش باينة وراء العضلة لكن هي موجودة هنا كده ستواص ميجور عرضها مشهورة مأظن ان هي بسم الله اللي هي هنا كده نازل منها دي مش عارف هو زاكرها هنا في الرسومات ولا لأ سيلا طلع منها البرانشات النيرفادي تمام؟ السواص ميجور السواص ميجور دي واخده من؟ الميديا البرت الميديا لهو وبعد كده في عضلة هتياخد الانترميديات وعضلة هتاخد إيه؟ اللاتر مين اللي هتاخد الانترميديات؟ معاش بفرديك هتتتلون زيهم بس أنا سهيت عنها جنب السواص ميجور على طول عضلة اسمها كودريتس لمبورا عضلة مربعة كده وعند الامبر ريجون فسميناها كودريتس لمبورا تمام؟ كلام حل بعد كده العضلة شايفين العضلة دي؟ اسمها transversus abdominus ليه؟ هي هتجي كده هتمشي واتمشي بعرض البطن عشي تيجي قدان سميها transversus مشي بالعرض دي كده تبقى مشي بالعرض transversus abdominus دي اللي هتبقى ايه؟ هتاخد اللاتر vertical part تمام؟ كي أظن ان البستيريلي سيرفز اسهل بكتير من anterior سيرفز قسمنا البستيريلي ريليشن بتاع الكيدني لنصين نص عبر بارد خدته العضلة تاع الدافر جيمياتيك و جزء اللور السمنال ثلاثة جزء الميديال ده خدته السوس ميجور جزء انتر ميدي خدته عضلة اسمها transversus abdominus ميبقى الاربع structure نيوروز فاسكولار هنشوفهم في الرسمة اللي بعدها هوا مبينين هنا برضو بس هنا عشان فيه حال كتير في الرسمة هايبوينيه في الرسمة اللي بعدها لأكتر يعني مهم يعني إليو هايبو جاستريك اهو إليو انجوينل اللي هو احنا قلناهم بعد كده سابكوستال نيرف هنشوفهم في الرسمة اللي بعدها ان شاء الله بوضوح بسميه اهو الاربع نيورو فاسكولار اللي ماشي في الاربع عضلات دولة من ابدومياس لحد اهو سابكوستال نيرف يعني ما عنديش فيسلز غير السابكوستال فيسلز لكن بعد كده هتلاتة نيرف اهو ال الوهايبو جاستريك نيرف والايليو دولة büyük ما بين مين أه ما بين التخلى والكوتريزيس Lambergam والتناسفلس الابدومينس بصراحة نمش فاهم جمل هي يعني كويس بس senatejii مهم يعني خدينا في المهم ان هما دول الاربع السابكوستال فيسلز والسبكوستال نيرف والاليو هايبو جاستريك نيرف المهم انا كنت جايبها الرسمة دي عشان نشوفهم فهو هو الاليوهايبوغاستريك والاليوليونجواينال وديا على فكرة القدريتس لمبورا هي قصوص ميجوراهي وترانزفيرسس أبدومينوس مفروض ان هي تبقى اللي هي دي المفروض ما قطوها بالعرض دي حسبي كذلك ومفروض ان هنا فوق بقى هيبقى السابكوستال نيرفوس وسبكوستال نيرفوس ومفروض ان هم كانوا تبقين في الرسمة على المنزون لبس تقريبا اصلي طوالي مش اغدا بالي تمام تمام بعد كده كده خلصنا البستيريور ريشا البستيريور ريشا قلنا عبارة عن اربعة مسلس وهو اربعة نيروفوسكولر الاربعة مسلس قلنا هنقسمهم هو اللي فوق هتاخد الدفر جميلاتك مسل هتاخد الابراربارت وتحت هنقسم ثلاثة حاجات طولية الميديا هتبقى السوس ميجور هنا هتبقى كودوريس لمبورا وهنا هتبقى ترانسيفيرس الابدوميس نيجي هنا الاربعة مين نيروفاسكولر ساكوستران نيرف اليوهايبوكاستريك نيرف اليوهايبوكاستريك نيرف تماما كده خلصنا الحمد لله انا كنت جايب الرسمة دي برضو عشان تفهموا الدفراجماتك ايريا هي شايفين موجودين عند الابر بارت تحت هو اللي هي تبقى السوس ميجور هي ناحية الميديا الانترميديا الابدوميس كودوريس لمبورا الانترمي عند مجودة واخر واحدة التي ترانسيفيرس الابدوميس او السوس ميجور الكودوريس لمبورا باي الحاجات دي مش مهمة او مش مذكورة عنا تمام بعدك نبدأ نسقط لها لشاغتين حاجة اسمائها بروترنية ريليشن اوفزا كدني و حاجة ثالة شباها لا يمكن ايزاق الاخترمي سوى يعني بروترنية ريليشن كدني ويفيفيفين من كافرينغ قوزا كدني بروترنية ريليشن ليس بيومين حاجة ف конфรتنية فقط كفرنجات وحقكيني لكن برتونية فقط كفرنج على Society لكن كفرنج الـShool لكن هي الكفرنج فقط كفرنج تمام تمام ايه بقى الامبرتونية متى الراية الكدنيه اشوفها بالرسمة دي الراية الكدنيه قدامنا اللي هي الاوطى الامبرتونية هنا تبقى ايه الليفر هو والاسمه الانتستان طيب السوبرارينال والكلون الحاجة دي اظن دي ملهاش برتونية مش بتاكد من المعلومة بس عشان كده هو ذاكر ان هي مفيش الراية الكدنيه نحيتها اساسا اللي هما مين السمول انتستان والليفر طيب الليفت كدنيه ادي الاسبيلين ياسيق دي الاسطمك والسمول انتستان السمول انتستان مشترك من الاتنين اللي هي غلابا في الحتة دي الجيجنم تمام تمام ايه بقى الراية الكدنيه بتاع الليفت كدني الاسبيلين والاستمك اللي هو يقابله مفروض اسبيلين مهم بدش عشان كنت هقولها بس كنت هطلق بطو الليفر والسمول انتستان في ناحية الراية وناحية الليفت هيتب الاسبيلين والاستمك والسمول انتستان تمام اذا خلصنا يعني الحتة مش مهمة اوي فش رابدين نطول فيها اللي بعدها بقى الكوفرينج بتاع الكدنيه الكوفرينج بتاع الكدنيه اربعة اتنين فاشية اتنين فات منبدأ بالأول بالفاشية فات فاشية فات تمام تمام أول حاجة سوف نرتبهم من جواب أول حاجة رينالكابسول وهو الفايبرس كابسول وهو أكثر حاجة لازق فيها انارتري كابسول ذات انفست ذا كدني اند ايه مكسسسين دو رينال سينس ويوصل لهاي بعد كده عندنا حاجة اسمها بري رينال فات شايفين الأصفر اللي حوالين ده هو ده الري رينال فات وهو سيرونت زا كدني توز اوت سايد اوف زا فيبرس ايه كتسول تمام يبا حاجة اول واحدة فاشيا فات بعد كده نوصل لمين تاني فاشيا فاشيا دي بقى مهمة شوية ومهمة في الجراحة فاشيا رينال فاشيا اللي هي زوكر كاندل فاشيا عاسم الحد اللي اكتشافها يعني احنا هنحاول نتعايش مع الاسم بصراحة يعني زوكر كاندل فاشيا هي دي كونسونديشان اوف كونكتف تيشو بصوا يا شباب احنا هناخدها في اسمليات البعدها واسلا لها تفصيلات ومهمة وعليها اسئلة مهمة يعني لها انتيريور لير وستيريو لير وسبيري لير وانفيريو لير ناخدها بتفصيل اسمليات بعد كده بس دروقتي نعرف بس لما عناها معلومة واحدة ان هي اين كونسونديشان اوف كونكتف تيشو بره من البرين الفات يعني هي اهم حاجة نعص ترتيبها بس ان هي بعض الايه؟ وبعد melhores اولا كانت فايبراسكابسول أو البرين الكابسول وهذه الانيارتروكابسول بعد كده ال�ти تفصيل كامل اخر الحاجة هو برين الفente استいるى sticks احتجم الل singular احتجم اللو حاش الى تضيق المثال طور رينا الفاسيا مين اللي بهاين تزاكدني يعني هو موجود بكسرة بهاين تزاكدني حتى دا سوء حاجة كانت موجودة عندكم حاجة كده فايز مزيدات داتة كان موجودة عنده نقطة دي نهاية نخب لنا ان المبارين الفات مين اللي أبين ضمت بستريولي تمام ومفروض ده هيبقى فيه برين الفات والبيستريولي لأ سوري مش الانتريولي لأنتريولي لفات المفروض ده هيبقى موجود والبيستريولي برين الاسبيس هيبقى موجود برضى فيه فات بس البستيريولي ابنضى موجود أكتر يأصل النهانини توم موجودة على البستيريولي ابنضى الملغوله اكتر تمام تمام بعد كده احنا خلصنا الاربع كوبرين هناخد واحد بالتفصيل في الى سلاد الجاي مين بقى نقولهم تاني احنا قلنا ان هم اربعة فشية فات فشية فات واقعيه هنا انه ما اربعة فشية يعني أتنين منهم فايبروس و اتنين فية عشان انا افتكرهم بديرتبهم اول حاجة فشية فات فشية ذا اول حاجة فشية ليع فايبروس كابسول او او ريناكابسول. ه Lincoln كنتي رقب Billy و بعد 200 cash ثلاثة الحاجة اللي هو رينا القيل about the Hoje و يقع براه بري رينا الفات بعد الرين الفات يمتع وجدنا موجود برين الفات وهذه مهمة niej عملنا معلومة عنه يعني فيبرستيشو موجودة بعد البرين الفات هو رقم ثلاثة بيقى رقم ثلاثة. تمام صح? صح. له اربع انتيريور اه حتى كمان هو مش اي لاربعه لا في خمسة يعني. انتيريور رير وانفيريور وفي لاترال كمان. تمام? تمام. يبدأ بقى اول حاجة انتيريور رير. هنشوفها بالرسمة اللي فوق دي. بيور انتيريور دي باس انفرانت افزا كدني اندفيوس وصيكونك تفتشو اللي موجودة عند الاورطة وانتيريور فينا كافة. ده الانتيريور اللي دي يا راهو. بتمشي اهو عند الاورطة. بتمشي في الاخواليين الاورطة. او انتيريور فينا كافة الوجهة جنب الاورطة اصلا. تمام? تمام. طب بالنسبة للبستيريور. البستيريور اهو. هنفتكرة البستيريور هيبقى مرتبطة في فيرتبراكولن. يعني احنا اصلا عارفين ان الكدني تاني موجودة عند البستيريور وول. كل واحدة بتاع الايه في البستيريور هيمشي هو وهي رح يمسك في فيرتبراكولن. حلو حلو عايزين نشوف بقى السبيريورا وانفيريور. هده نشوفوا الرسمة اللي تحتها. شايفين السبيريور هنا اه هيتتحدوا مع بعض اباف سوبراريا الجيلاند ويمسكوا في مين فيلدا في راجماتك فاشيا. مهمة قوي تمام? مهمة. طيب. اما اللاتريل اللاتريل هيمشي ناحية اللاتريل وي غيروح يمسك في مين مين اللي موجودة اه ناحية اللاتريل اكتر حاجة ناحية فهيروح يمسك هيفضله سيباريت قصدي سوري وهيروح نحية الفاشية بتاعت او فاشية ترانسفلسالس يعني نحية الفاشية انا معرفش سوري بقول يعني نحية الطلقبط يعني قدتها كده لكن هي موجودة عند الفاشية ترانسفلسالس الموجودة في عرض البطن يعني تمام؟ نشوفها تاني بعينينا احنا قلنا السوبيليور هيتحدوا مع بعض ويمسكوا مع بعض ويمسكوا في الديفجرامات في الديفجرامات الفاشية طيب بالنسبة لينفيريور الاغنين هيظلوا سيباريت مهمة كلينيكا القوي كلينيكا يعني معنى ايه؟ ما يحصل أبسس مثلا في الايه؟ في الكيدني ممكن الأسيتي تنزل وتدخل على يوريتر وتدخل على يوريبرادة وتدخل على الجينيتال سيستم ليه؟ لأنه مفتوح مش مقفولة مش طب خاصة بالأورجن اللي واحده تمام؟ تمام؟ طب بالنسبة للاترا اللي احنا قلنا اللاترا لهو احنا هتدخل أن دي ايه؟ الكيدني هاي موجودة هنا وده خلاص البطن في هنا فاشي اسمها فاشي اسمها فاشي ترانسي فيلسيرس وهم هيمشي اللاترا كده هيمشي كوتينيوس ويمسكه في الفاشي دي تمام؟ تمام؟ يبقى نقول تاني الخمسة هربيتوانة انتيريور اللي هي راهو هيمشي ههو هيروح يمسك في الكوتينيين تفضوش الابوف ايه؟ طيب سوبيريور هيتحدو مع بعض اباب السوبرارينر ويمسك في دا جراماتك فاشي طيب تحت هيفضلوا سيبها ريت كل واحد منفصل لاترا هيمشوا مع كده روح يمسكوا مين اللي موجود هنا في عرض البطن تمام؟ 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 اخدين بركون ان هي اصلا فاشية وبتمسك في فاشية يعني معادة الوحيدة المنفصل هي انفريو فاشية وبتمسك في فاشية في الاول دي مسكت في كونكتف تشو يعني برضو فيبرستيش وشيح البال الفاشية اللي موجود وراء مسكت فيروتبرا كل من دا الوحيدة اللي مش فاشية او اصلا بيبقى قدامه لجا من توحجات برضو فيبرستيشو فهيعتبر برضو زي فاشية اه سوبيريور قلنا هيمسك في دا جراماتك فاشية انفريو سيباريت لاترا هيمسك في الفاشية ناخد بالنا من ان سوبيريور هيمسك في الفاشية دا جراماتك فاشية واللاترا هيمسك في الفاشية مهمين عشان هيممكن يرغبطك ما بينهم ماشي؟ ماشي الحمد لله كده خلصنا نرجعهم سريعا احنا قلنا القفرينج مين؟ ايه فاشية فات فاشية فات اول حاجة فاشية اللي هي رينالцу وده الانر Energychsules بعد كده به بري موجود بره ال�sticks بعد كده رينال الفاشية زكور كيند الفاشية بتكون السيط prol Indonesian حذر احنا قلناها تبب برا بري رينال فات وهنقولها دلوقت تانية ناعد عليها برا رينال فات ده قطر حاجة اكسترنال بعد الرينا الفاشية وبتكون ابن دهنت بستيريلي نقول ثاني اللي هو البريناة الفاتر زكري كانت الفاشية ده بيتكون ملأة انتيريول انتيريول هديمشات راح تمسك فيه في القناة تفتشل قدام الأولة تنفيليو فينا كابه طيب بالنسبة للبستيريول هيمشي هيمشي و هيمشي في البلوتون الناس السوبيريور هروح التحد مع بعض و هيمشي في الديفجرام دك فاشية هيمفيريو هيفضله مفصليين هيمشي يفضل كوتين ياس كدة و هيمشي في ايه هو ماشي ناحية العرضة أصلاً هو ماشي ناحية العرضة عشان محدش يتلابط فيه هو ماشي ناحية العرضة أصلاً هيروحين ستمين في حاجة أسماء إيه فاش ترنزل في رسالة تمام تمام خلصنا الحمد لله خلاص قريبنا خلص يا شباب ما تملوش معلش أنا أسفع عارش أنا أسقلت عليكم سامحوني الاستبيت بتاع كدني كدني ديًا ليه سابتة في مكانها مطقعش ليه لثلاث عوامل ثلاث عوامل دول إحنا قلنا منهم أصلاً اتنين قبل كده والثالثة يعني معلومات عامة وعارفينها إن شاء الله فالموضوع يسير وسهل أول حاجة هي ليه سابتة المسكعة يشوف نعملني قول مسكعة حواليها فاشية وحواليها مش عارفة إيه الفاشية دي مسبتاها يعني هي مسكة بحاجات فيبرس ماتينة فاتتتش منتقفرين الفاشية توسرونج فاشية يعني هي بتاع زكرة كانت الفاشية دي مهمة أول إن هي مسكة في كل الفاشية اللي حوالين الكدني فمثبتها في مكانها قتلتش منه فرينا الفاشية توسرونج فاشية دي فريم وعصوص ميجور وعطنانس فيرس أبدومناس تمام تمام اتزف السكولار بيدكل يعني إن هي مسكة في الميجور فيزل سبت الأورطة وانفيرو فينا كيف دول الاثنين العراض الكبارة اللي في نص الجسم دول هي مسكة فيهم فده مسبتها طبعا ثالث حاجة الانتريو أبدومنال برجر كل أورجن موجود جواه البطن وجوده عامل برجر على جنبه فده بخلينا كلهم سابتين في أماكنهم وحامل برجر التوزى كدني ثم يبدأ التلات في كل الفاشية المحيطة ثم يبدأ التلات ومن ثم يبدأ التلات ثم يبدأ بنية الافترشة حمد ان يكون النصطر اللي هي الماييرو في لديها الكدني وهم يبدأ الانفاتيك والنيرف وخر حاجة الانتومية أول شيء الأول هو الكنيس الكنيس رينر أرتري وبرانجز واكسس رينر أرتري موجودة عن 3% من الكيز ما أكثر من الكيز الأورتة شمال والإنفيرو فينكافا يمين هتساعدني جدا في أمورا في البلاد صابلبي كيدي لكي أعرف من الأطول و من الأقصر نحن نسكمها كيف نحن نعرف أن الأورتة شمال والإنفيرو فينكافا يمين نحن نطلق بأن نعكسهم هل هو طريقة إن شاء الله تفتكروها بها الأورتة دون الحاجة كبيرة قوي بتاع الدم بالضخ الدم دي نحية الشمال والقلب يمين نحية الشمال شوية فهيبقى الأورتة نحية القلب تمام؟ ويبقى الثانية نحية يمين فين فين فينكابا تمام؟ في حيث أن نحن نبقى عارفين بقى رينر أرتري الرايت مين الأطول مين الأسر والرفين وهكذا هنشوف درادي مواد أول حاجة رينر أرتري بيطلع أكيد أهو يعني الأورتة بيقولك أنا موجود يعني هتروح تطلع منين؟ من أبدون الأورتة عندي تمام؟ تمام؟ رينر أرتري بقى قصير ولا طويل؟ نحن قلنا الأورتة نحية الشمالية يبقى أكيد هو الرايت طويل لأنه جاء من اليمين للشمال فهيبقى أكيد طويل طويل؟ والليفت رينر هيتبقى مين؟ نحن قلنا الأورتة شمالية والليفت نحية الشمالية في نفس الجهة يبقى قصير تمام؟ تمام؟ أو بيقولك إنه هو الرايت رينر أرتري ناله ويمشي ورع فين فين كابا أهو شايفين؟ علشان يروح آآ اللي هو يروح يعني الكدني يدخل الهايرة تمام؟ تمام؟ أما الليفت رينر نحن أصلا قلنا اللي هو بيمشي وراء الانفيرون فينا كافة هو أصلا وراء يعني آآ هو أصلا نحن قلنا أول حاجة بتباباينة للبين وبعد كده تمام؟ تمام؟ الليفت رينر أرتري بقى شورت وبيمشي وراء الليفت رينر البين شايفين؟ هو بيمشي ناحية وراء الليفت رينر البين الليفت رينر البين هو المقدمة هو عموما عشان نبقى فاهمين الأرتري بيمشي وراء الليفت رينر البين لأننا قلنا الأرتري أقوى فهو ممكن يحصله برجل شوية ما يحصلوش حاجة تمام؟ تمام؟ واخد مسافة طويلة وهيمشي وراء الليفت رينر البين قصدي معلش بيمشي وراء الليفت رينر البين تمام؟ يدخل الهايلة تمام؟ بعد كده وبيمشي وراء الليفت رينر البينر البينر بلايك يدخل الهايلا مثل الرايت ثمada سي augمد بالكدن ومنامس الطاقة الليفتeli arel خارج سيؤدي برانش يعني للسوبرارينا ارتري وبرانش للبلفز اوفيوريطر والابر بارد اوفيوريطر تمام 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 اول حاجة هيدي سيجمينتل هيدخل بعشان يغزي الكني وخلوا بالكم النيديل للأسف الشديد بمعنى ان هي لو واحد منهم تصدق او باصق او حالي عصر المفرقشن في المنطقة دي عشان كده الناس اللي عندهم اكسسورينا ارتري بيحتميهم شوية بيبفل لما ربنا يعني سبحانه وتعالى الا اول حاجة سيكون اتراب好的ها يجعل بรانش للسوبرا ريرنا بس انفيريور يعني هكذا جزء المقابل لسوبرارينا اللي هيبدال انفيريور بعنا ايضا برانش وهيدي برانش وللا جنبه برضه اللي هو البلبز اوفيوريطر والابر بارد مينه تمام يبقى الا اول حاجة هيدي برانش جديد البرانش للكيدني وليلا يضع مينتر برانش ثم انفيريو سوبرارينا ارتري وبرب ضابوري وبرافيوريطر والابر بارد اوفيوريطر بالاضافة للرينة الطريبة داخلها جزدية اما الارتيري و هذا الموجود عند الناس كلها بإضافة للرينة الطبيعة لربما يقوم بشكل عام موجود عن 300 في المية ما بقى ؟ يطلع منين ؟ اقل من الورطة ممكن يقوم بقى على موعد حسب الحالات كدا هذا الاول معلومة يطلع كم من الحالات طيب يدخل الكيدني على حسب بقى هو ممكن يطلع من فوق او من تحت على حسب هيدخل الهايلم او يدخل في واحد بول منه غالبا بيدخل في اللور بول تمام مش مهمة دي قوي المعلومة بقى دي عشان دي يعني مميزة عن الرينا الارتري نفسه ان هو مفروض هو دي مميزة له عن الرينا الارتري ان هو ان هو كروزنج ان فرانت اوف زا بيلفز اوف يوريتر تمام تمام انظر رايت سايد بقى في حاجة مميزة برضو الاكسسور الرينا الارتري بيمشي قدام الرينا الارتري بيمشي ايه ورا ورا الرينا الارتري لكن ده قدامه تمام تمام يبقى هما انه نوزين اربس عنه معلومتين دول مجدد تانين في المئة من الكيزاس بيطلع من لجنة الورطة اعلى واقل من الرينا ارتري بيدخل في الهايلم او في واحد من البول غالبا اللور بول ان هو يمشي قدام الرينا الارتري وباذها تعيد مع الرينا الارتري Machine والله انه بعد فرانتة النبو خطا كيرين 재� stair وهناك ان الرينا الارتري بيمشي قدام الرينا الارتري وспشش في الطائف ايутьخل في الرينا الطاوم في مرات ها اظهر الرينا تديرiy negة الربريات حسنا يا شطرين، أتبعوا من الأطور؟ الريط رينالفين وليفت رينالفين نعلم نركز إحنا سيقوم بتقوير نحية القلب ويشمال كلام جميل سيقوم بتقوير نحية القلب ويشمال ويوجد نحية اليمين يبقى الريط رينالفين هو الأكثر من الريفت رينالفين عكس الأرض صح؟ لما بنجي نترى الكلام هو الراية هو اللي وهيعد دي بلسة كان دبارده في ديودنا مرهده من كرياس عشان يوصل الانفيريور فينا كافا. طيب هيمشي بهايين دي باديو من كرياس عشان يوصل الانفيريور فينا كافا. طيب بيقولك الراية هو الراية برايح نفسه بيروح يصب في الانفيريور فينا كافا على طول زي ما احنا شايفين هنا هو. ولا تعب نفسه ولا بيعمل مشاكل. اما الراية ما بيستقبلش الرسم لا من صبرا رينل ولا من الجنادة ويروح يصب كده ها هو على طول ورايح نفسه ومتعبهاش. تمام من قول تاني الراية في المفرنت قفزة معلومة مش جديدة الرايط الراية الراية والاقبة ناحية يمين هيبه هو شرط وعشان احنا عارفين هنا اصلا الديودرام من ضمن الانتيريور ريليشن فاكرين سكنت برضا في الديودرام ودس كده بجوة اصلا الهيد بنكرياس فهو بيمشي ديب ليها ويروح يصب في الايه في الانفيريو فينا كافه وبيتعيبش نفسه بيخدش ريسيفز من اي حتة وبيروح يصب على طول كده ربنا يحميه طيب التاني بقى الليفترين الفين هو ده اللي طويل طيب احنا عارفين انقرี่ حتة هنا وهيد وبعد كده يمشي بادي shoulders وبعد كده فبعد كده ههم لها بالرهن هيمشي بالبايين ده واحنا عارفين اصلا ان ان البين بيمشي قدام الايه الارتريو فهو هيمشي قدام ابدونا ال Veena Vie Account عشان يروح يصب في حيات يح�ル الانفيريوم فينا كافه هون كيف見 صان ما انتوا شايفين يحنا قدام القاورة وراح سُب الحيات في المكريوم وفني بيما ل하시는 فتح يجب أن يأخذ لفت سوبر رين الفين من فوق وليفت جندا من داخل بسيطة بسيطة سهلة ايه اللي انفتك درينيج مش عاوزين فيها لكلمة واحدة نحن عند الاورتة في عندنا حاجة مشهورة فيها باراورت كلينفنوت بس كده باراورت كلينفنوت النرفيساب لاي من اسمه يا اخي النرفيساب بتاع الكني يبقى دي رين البليكسس موجودة حوالين ايه؟ رين الارتري بليكسس بطبق موجودة حوالين ارتريل غالبا رين البليكسس الراوند دي زا رين الارتري تمام انا اعوز عربية منبت رين البليكسس دي هتبقى من تي عشرة لقل واحد يعني يعتبر نفس نص المسافة انا احنا عارفين اصلا ان كدني من تي اتناشر لقل تلاتة هي من فوق شوية تي عشرة لقل واحد تمام يبقى نرفي السابلة بتاع الكني رين البليكسس حوالين رين الارتري اللي هي من ايه؟ هتبقى من السيليك بليكسس قريبا سينباستيك فيبرز من تي عشرة لل ال واحد سينباستيك فيبرز من تي عشرة للا واحد اللي انفتك ديرنا اجيباره أوردوا كنين فانود نرفي السابلة اللي حوالين الارتري الموجودة بتطلع من واخيرا اخر حاجة معنا السيرفيس اناتومي بصوا يا شباب انا اتذكروا ان السيرفيس اناتومي ده مكانش مهم او ايه في الاكاديمي يعني في سنة ثانية وكده بس بصراحة احنا دلوقتي في البطن والجراحة بنحتاجه جامد جدا فيقرا يذكروا افضل عشان يبقى الموضاي يسير وسهل معاك وهو ان شاء الله يباسه له خالص السيرفيس اناتومي ده معنى ايه انا دلوقتي انسان هو الكدني مش بينا انا عاوز اتخيلها ولا هو مش بينا كده هي فين تحديدا عشان اعرف افحصها يعني بتفحص مبدئي تمام تمام يعني ما انا اصح ان السيرفيس اناتومي ده كأن يبارس من اورجان عليه مبارا تمام انا عشان اعرف اجيب سيرفيس اناتومي ده معنى الكدني ايه شكلها بين شابت فمش اعرف اجيب حدودها يعني بشكل ستريكت حازم جدا لا لا محتاجة اللي هو ايه ايه اللي هو ايه مربع تمام مربع له كم ضلع اربع اضلع خطين بالطول ايه محتاجة عملي مستطيل لان هو مش مدى سيريين اضلع ايه 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 ضلعين هوريزنتل وضلعين طيب احنا مفروض احنا نسير في زيديد ما ده احنا اللي نقوله مش احنا عارفين بتاع الكدني ايه ايه طب من فوق احنا كنت بنقول من تي اتناشر وتحت اللي تلاتة صح؟ فيب الهوريزنتل من فوق مفروض تي اتناشر وتحت اللي تلاتة هو انا ايه اللي احداشر والله يا شباب يعني اللي تب بديه خلافات من الكتب ده هو مقدر الاصل الكني انا حيات حداشر والفرتقال النايه مش احنا كنت بنقول ان الابر بول بيكونوا عند 1 انش من الميدل لين و الاحوال والانده هو في 3 انش بس هم دول دول عين النقصين اول واحد فرتقال عنده 1 انش من الميدل لين والثاني عنده 3 انش من الميدل لين بس كده سهل ولا مستهل سهل ان شاء الله هنقولها اتاني والجن فتكد للمكتان جدا اسمه موريس موريس ده اصبه العالم الاكتشف ق wal懂 كل حاجة يسجروا باسموه. المهم سيرفز اناتهم اتاني سيرفز اناتهم بتاع الكدني هنعملها بحاجة حاجة اسماركتانجل اوفمورس. اتنين هورزونة اللين وتنين فرتيكل لاين. هورزونة الاولاني عند تي اه اتناشر والتحت عند الا تلاتة. طيب عند المتلاين هنا. اه عند الاتنين فرتيكل الواحدة عند وان انش من المتلاين والتنين عند تلاتة انش من المتلاين. تمام? تمام الحمد لله. ناخد بس شوية تفظيل صغيرة احنا برضو عارفينها بازن الركتانجل ده عزيون بس انا اعرف الابربول فين والالواربول بتاعك كل كدني احنا عارفين والهاي لن برضو احنا برضو ان شاء الله عارفين. الابربول احنا قالنا عصلا هو قصادة تي اتناشر. واللواربول. ثلاتة انش. عند عند ال اه ايو ما عارش ايو ا اه اه تي اتناشر فعنا بشكل عرضي. بس من ناحية الورتكال. اصطنت اكون من المتلاين. يعني افتكري حدوده من ناحية اللي هو بشكل هوريزونطل ونقطة كده كنا كنا بناخد نقطة كده في الرسم البياني كان بيبالها بعد سيني وبعد صادي تمام تمام يبال ابربول تي 12 اوبز تي 12 و 1 انش من الميد لاين احنا عارفينها اللي 3 و 3 انش من الميد لاين بس سهلة سهلة بقي الهايلم الهايلم يدور في نص المسافة و نص الارقام احنا قلنا ده تي 12 ده تي 12 و دوان ايه اللي 3 طيب ما بينهم هنقول ايه اللي واحد اللي واحد انه عند الهايلم في النص اصلا طيب ويعتبر لهو قريب اوي شبه الابر بول 1 انش ولا هو بعيد اوي شبه ال ايه اللي هو 4 بول 3 انش فهيبق ايه 2 انش تمام تمام يبقى 1 اتنين ثلاثة ده بالنسبة هاي اللي اتناشر تي 12 معناش اللي واحد اللي تلاتة تاني اخر مرة سيربس اعناتهم من بتاع الكني ريكتانجل مورس اتنين هرزومت اللي واحدة عند الـ 11 او 12 يعني حسب ما تفتكروا ان شاء الله والتاني عند الـ عشان احنا قلنا تي 12 او 1 ده حاجة رفلة لان الكني مش على نفس المستوى بالضبط تمام بهميني فـ 11 او 12 ثلاثة اتنين هرزومت اللي تي 12 خلينا في 12 وتحت الـ ثلاثة واحد وان انش من الـ كده عملنا الريكتانجل مورس نقول بقى الـ نقص الـ ثلاثة الـ ثلاثة نص كل مكان الـ صحيح عزيز يعني اتمنى كن لو فتتكم المعلومة واسفة جدا بجد اهتصرت معاك واسفة حتى اخيره مهازرة اه اه ان كان فيه توفق من فم لله عز وجลج كان فيه التقصير او ساه فاهميني يومينا الشيطان ختاما ندعي زمينا التوفم الله عز وجل بالرحمة دول مغفرة وأن يرحمنا الله عز وجل وأن يرحمنا الله عز وجل إذا صيرنا إلى ما صار إليه وأي طيب صراهم يا رب يربط على قلب أحبتهم جميعا ورزوهم صبر والسلوان ولا تنسوا مصالح الدعاء ختاما استغفرك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته